راحث المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جراندبورغ في العاصمة السعودية الرياض مع سفير المملكة وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وعضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي سبل الدفع بمسار السلام في البلاد وقال مكتب المبعوث الأممي إن المناقشات تركزت على آخر التطورات في اليمن وضرورة مضاعفة الجهود للتوصل إلى حل سياسي سلمي وجامع لإنهاء الحرب